في ظل التعدد اللغوي العالمي يهتم الفرنسيون بدراسة اللغة العربية وذلك بحكم العلاقات الثقافية والتاريخية بين فرنسا والعالم العربي وقد صار مركز اللغة العربية بمعهد العالم العربي بباريس أحد أكبر مراكز اللغة العربية في الغرب حيث يلتحق به عشاق الثقافة واللغة العربية وطلاب المدارس وأبناء المهجر وموظفي المؤسسات الحكومية الفرنسية أو العاملين في الشركات التجارية مركز اللغة العربية في معهد العالم العربي هنا في باريس يستقبل الطلاب من مختلف الفئات العمرية أطفال مراهقين كبار ومن مختلف المهن كنا تقريبا مئة طالب أصبحنا الآن حوالي 1800 إلى 2000 طالب ويسهم هذا الانتشار المتصاعد للغة العربية في إشعاع الثقافة العربية فتدريس اللغة يتم عبر آدابها وفنونها البلاغية وتراثها الأدبي الخصب والتاريخي اللغة العربية لغة أنيقة وتعجبني سلاستها وتقدم معظم المدارس الثانوية في فرنسا مادة اللغة العربية كمادة اختيارية لطلابها أسهمت اللغة العربية في بناء الحضارة الإنسانية حيث يستخدمها اليوم أكثر من 420 مليون عربي في حين أن مستخدميها عبر العالم يفوق المليار والنصف وخصوصا من المسلمين المنتشرين في كل أرجاء المعمورة خالد الخالد الإخبارية باريس